اشتركوا في القناة خصوصا لشباب المسلمين اللي بكل اسف انجرفوا ورى الخمور والمخدرات وقدر الشيطان يخش لهم من منطلق ان عشان تعيش حياة سعيدة عشان تهرب بالمشاكل اللي انت فيها عشان تنسى الواقع القليم اللي انت فيه اشرب عشان تنسى ودخلوا المدخل دوت وكتير وقع في بقرة الادمان وضيع شبابه وضيع صحته وماله وقبل ده كله ضيع دينه فعشان كده كان لازم نعمل حلقة مهمة جدا ونقف ونعمل جولة كبيرة ضد الشيطان اللي زين للشباب المسلمين ان هم يشربوا خمر او مخدرات عايز اقول يا جماعة الشباب ليهم مكانة عظيمة جدا في ظل الاسلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم اهتم جدا بالشباب فكان دايما يقول ان الشباب هي اغلى مرحلة فكان بيقولهم اغتنم خمسا قبل خمسا شبابك قبل هرمك دي اول حاجة وكان بيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ومعروف ان الصحة والفراغ بتتوفر جدا في مرحلة الشباب وكان بيوضح ان كل واحد هيتسئل عن مرحلة الشباب بالذات فكان بيقول لا تزول قدم عبد من عند ربي حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه وعلى وجه الخصوص وعن شبابه فيما قبله وبيقول ان الشب لو اهتم بدينه وعاش حياته كلها في مرضات الله يوم الايامة هيكون من السبع الذين يكونون في ظل عرش الرحمن فبيقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله كانتاني واحد مباشرة بعد الامام العادل وشابه النشأ في عبادة الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم في تكوين وتأسيس الدولة الاسلامية اكتر من اعتمد عليهم كان من الشباب في حدث الهجرة العظيم اكتر من اعتمد عليهم من الشباب كان اول سفير للدعوة الى الله في المدينة المنورة كان مصعب ابن عمير شاب وكان اول سفير لبلاد الحبشة علشان يبلغ النجاش دعوة الاسلام ويكون سبب في اسلام النجاش وعدد كبير جدا من اهل الحبشة كان شاب جعفر ابن ابي طالب اخي وحبيب عشان كده اعداء الاسلام يمعير في قدر الشباب وقيمة الشباب ومرحلة الشباب صلطوا كل الفتن والمشاكل كلها على الشباب بالذات فصلطوا عليه اكبر فتنتين فتنة النساء وفتنة الخمور والمخدرات حتى قال احدهم كأس وغانية تفعلان في تحطيم الامة المحمدية ما لا تفعله المدافع ولا السواريخ تعالوا نشوف مع بعض بعض الادلة على تحريم الخمر والمخدرات في آن واحد ربنا بيقول ليه سبحانه وتعالى يا ايها الذين امانوا يا مؤمنين انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان عايز الشيطان انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ده اول دليل الدليل التاني قال جل وعلا في وصف حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ومن المعروف ان الخمر مش من الخبائف بس دي ام الخبائف كما وصفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدليل التالت قول النبي كما عند ابي داود بسند صحيح ما اسكر كثيره فقليله حرام لو الحاجة دي هتاخد منها كتير اوي فتسكر يبقى القليل بتاعه حرام كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الرابع دليل بيذكره كثير من الدعاء وان كان الدليل في لفظ ضعيف هو من كلام امنا ام سلمة انها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر فزيادة لفظ مفتر دي ضعيفة لكن الحديث نفسه صحيح في مسند الامام احمد بسند صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر الدليل الخامس ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمة ومن المعلوم ان المخدرات والخمر قتل للنفس ببطء والنبي صلى الله عليه وسلم اقول لا ضرر ولا ضرار لا تضر نفسك ولا تضر غيرك الاسلام بيحافظ عليك وعلى كيانك وعلى حياتك وصحتك وعفيتك وتحريم الخمر يا جماعة سبحانه الملك تحريم الخمر جي على مراحل مجاش مرة واحدة العرب قبل الاسلام كان بيشربوا الخمر دي مكان المية يعني هم عاديين بيأكلوا بيشربوا خمر وهم مش عارف رحيم فيهم بيشربوا خمر فالخمر ده كان حاجة جزء لا يتجزأ من حياتهم فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومن رحمة هذا الدين العظيم ان يتحريم الخمر مش مرة واحدة مش يلا سيب الخمر جعل ثلاث مراحل المرحلة الاولى قال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما دي المرحلة الاولى المرحلة التانية يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون فبدأوا يتحروا الاوقات اللي ما فيهاش صلاة يشبوا فيها خمرة ووقت ما يقربوا من الصلاة يبعدوا عن الخمرة لحد ما نزل التحريم النهائي في الاهل اللي احنا ذكرناها من شوية يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وحيزة اذكروا مشهد جميل اوي كما في الصحيحين يوم ما نزل التحريم النهائي للخمر كان موقف جميل اوي كان انس ابن مالك وهو اللي بيحكي الحديث كان في بيت ابي طلح الانصاري وكان مجتمع مجموعة من الصحابة وانس ابن مالك هو اللي بيجهزهم الاقداح بتاعة الخمر وهو اللي بيسئهم الخمر بيقول فجاء رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد انزل قولا فصلا في تحريم الخمر ثم تلى هذه الآية يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميصر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميصر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون في لحظتها ورب الكعبة اقداح الخمر زي ما سيدنا انس وصف كانت على الافواه نهاردة لما تقوله واحد بطل دخان ويقولك ربنا سهل بعد سنة بعد اثنين بعد ستين سنة دوت كان خمر والخمر اشد ادمانا من الدخان والخمر والاقداح كانت على الافواه واول ما سمعه كلمة فهل انتم منتهون ما قالش اكمل الكاس ما قالش اخلص الازازة ديت ما قالش طب عندي برميل متعتق اخلصه وبعدين ربنا يتوب علي في ساعتها ورب الكعبة الكل رمى الاقداح من على الافواه وبلسان واحد وعلى قلب رجل واحد انتهينا ربنا انتهينا يا سلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم يرب الصحابة 13 سنة على العقيدة ويستمر في تدريس العقيدة لاخر لحظة في حياته صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الاستسلام والاذعان لامر الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اخويا وحبيبي اثار الخمر والمخدرات على الجسم رهيبة كل امراض الكنسر اللي بتسيب الجسم سببها الدخان والسجاير والمخدرات والخمور ايازا بالله كل الامراض المستعصية زي ما بيقولوا كان سببها هي الخمور والمخدرات وحنا عارفين ان الاسلام جاء ليحفظ الضروريات الخمس حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض تعالوا نشوف موقف الاسلام تعالوا نشوف موقف الخمر والمخدرات من حفظ الضروريات الخمسة اللي الاسلام بيحفظها تعالوا نشوف موقف الخمر من مسألة الدين شارب الخمر بيهدم دين وهدم يا جماعة لأنه ارتكب كبيرة واستحق بها مقت الله سبحانه وتعالى واستحق بها غضب ربنا سبحانه وتعالى يبقى الخمر بتهدم الدين والمخدرات بتهدم الدين طرقا واحد تعالوا نشوف الخمر والمخدرات موقفهم ايه من حفظ النفس الخمر والمخدرات بيدمروا النفس والصحة فشرب الخمر والمخدرات قتل بالبطيء تدمر الكبد والمخ والجهاز العصبي والتناسولي والعين والجلد والاسنان وتؤدي الى مرض الكنسر ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين شارب الخمر بيدمر عقله ولزاك تعالوا نرجع بالذاكرة لسيدنا عروة بن الزبير هذا التابعي الجليل اللي جعله مرض يا جماعة في رجليه وهيقطعه رجليه فقالوله نسقيك كأسا من المرقد من الخمر لعل عقلك أن يذهب حتى لا تشعر قال لا والله لا اذهب عقلا منحنيه الله ولكن انتظروا حتى إذا ما دخلتوا في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله جل وعلا ودخل في الصلاة وبدأ يناجي ربه سبحانه تعالى ويبكي وبدأ يقرأ الكرآن ثم ركع ثم سجد وهو سجد أطع رجليه فلما أفاق عروة بن الزبير قالوا له أحسن الله عزائك في رجلك وأحسن الله عزائك في ابنك فقد رفسته دب من دواب الخليفة فمات فقال اللهم لك الحمد إن كنت قد أخذت فكم أعطيت يا مدتني خيرك مغرأني وإن كنت قد ابتهيت فكم عفيت أعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا وأعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا فالحمد لله حتى ترضى والحمد لله إذا رضيت والحمد لله بعد الرضى فالعمر كما مدد تكفي لريبة ولا حملتني لحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتن قبلي تعالوا نكمل أضرار الخمر والمخدرات ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل جولة لله دي جولة مهمة والله بقولها من قلبي خوفا على شباب وبنات المسلمين تعالوا نشوف أضرار الخمر والمخدرات في حجالة سريعة كده عشان يعني نقدر إن إحنا ننتصر في الجولة ديت رقم أربعة شارب الخمر بيدنس عرضه يا جماعة شارب الخمر والمخدرات سمعته وحشة سمعته فعلا بين الناس وصرته غير طيبة الخمر والمخدرات بتذهب الغيرة من قلب الإنسان يعني لا يغاره على حرمته تلاقي الرجل قاعد بيشرب مخدرات في بيته وزوجته عمالة بتخدم شلة الأنس اللي قاعدة تشرب معاه لدرجة إنه يحكى إنه واحد في يوم الآيام أدمن المخدرات وجاله تاجر من تجار المخدرات يزوروا ببيته فالراجل طلب منه مخدرات فرفض قاله لما تدفع الفلوس فجأة دخلت زوجة الراجل صاحب البيت فتاجر المخدرات شافها فلاقاها جميلة فطلب منه عيازا بالله قاله هديك الجرعة اللي انت عايزها وتمكنني من زوجتك ومكنه من زوجته عشان الجرعة ربنا عافينه عافيك يا رب العالمين خمسة شرب المخدرات فيه تضييع للمال قال جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين وحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لا تزولوا قدم عبد من عند ربيه حتى يسأل عن أربع من ضمنها عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه هتواب بين يدين ربنا تقوله شربتها شربت بها مخدرات شربت بها خمر ربنا عافينه عافيك رقم ستة الخمر تصد عن ذكر الله وتصد عن الصلاة هل في حد يتخيل إن إنسان بيشرب خمر وهو يسبح بيشرب خمر وهو يحمد الله بيشرب خمر وهو يصلي قال جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون رقم سبعة الخمر توقع العبد في المهالك سيدنا عثمان بن عفام بيحكي قصة رجل هذا رجل كان عابدا في يوم الأيام طلبتهم رأة للشهادة فلما دخل بيتها أغلقت الباب قالت والله ما طلبتك للشهادة وإنما طلبتك لتفعل الفاحشة فإما أن تشرب الخمر أو تقتل هذا الغلام أو تفعل الفاحشة معي فالرجل مش هلاقي مفرر مش عارف يعمل إيه فلا أني أخف حاجة ليشرب خمر فشارب الخمر وقتل الغلام وزنى بالمرأة فقال عثمان بن عفان اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائف رقم تمانية الخمر والمخدرات فيها إيذاء لمن حولك يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وأنتو عارف أني شارب الخمر والمخدرات يا ما أزى الناس حوليه يا ما ضرب يا ما شتم يا ما سب يا ما الناس وجدت منه ريح غير طيب بسبب الخمر والمخدرات لا ضرر ولا ضرار رقم تسعة الخمر والمخدرات بتجعل الإنسان جريء جدا على ارتكاب الجرائم كالسرقة والنصب والقتل وهدك الأعراض لأنه لا يدري ما يصنعه في هذا الوقت رقم عشرة الخمر بتذهب المرؤة من الإنسان تلاقي الإنسان معه فلوس راح يشرب خمر أو مخدرات ويشتريها بمية أو متين جنيه وسايب ولاده في البيت من غير لقم يكلوها بل أحيانا من غير علاج لطفل الصغير رقم حداشر الخمر والمخدرات فعلا بتدمر الحياة الزوجية لأن الإنسان في الوقت ده لا يشعر بالمسؤولية لا تجاه زوجة ولا تجاه أولاد ولا يحنوا على زوجة ولا على ولد لأنه في عالم تاني وفي غيبوبة تانية خالص وده بيكون سبب خرب بيوت كتيرة ربنا يحفظ بيوتك رب العالمين رقم اتناشر بتجعل الإنسان الخمر والمخدرات بتجعل الإنسان عند رغبة شديدة جدا في التخلص من الحياة أحيانا بينتحر وأحيانا عيازا بالله بيتعرض أنه يعمل أي جريمة عشان يخش السجن أو يدخل مستشفى الأمراض العقلية بسبب كفرة إدمان الخمر والمخدرات رقم 13 خمر والمخدرات بتؤدي إلى فساد الطباعة بيصبح إنسان شارس جدا سيء الخلق سيء الطباعة مع أقل شيء بيتنرفز ويتعصب ممكن يتخانق ويدرب ويشتم ويقتل ويعمل حياة كتيرة بسبب الوقوع في الخمر والمخدرات رقم 14 الخمر والمخدرات بتؤثر على رقي المجتمع لأن الشباب المدمن اللي بيشرب خمر أو مخدرات بيصبح شاب منهك متعب ما بيقدرش ينتج ما يقدرش يقدم أي خير للدين ولا الوطن ولا المجتمع بيصبح عالى على المجتمع رقم 15 شارب الخمر والمخدرات بيطرد من رحمة الله إلا إذا تاب وعاد إلى الله بقول إلا إذا تاب لأنه لو تاب إن شاء الله فالتائب وحبيب الرحمن سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إلي وبائعها ومبتعها وساقيها ومسقيها فاتلعن في الخمر عشرة عشرة لعنوا بسبب الخمر ربنا عافينا عافيكم رقم 16 الخمر أم الفواحش وأم الخبائف قال صلى الله عليه وسلم الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وخالته وعمته ويا مسمعنا عن شباب شرب الخمر أو المخدرات وهو في عز ما هو عيازا بالله سكران ومجدلان بنفسه وقع على أمه وقع على أخته وقع على بنته ربنا عافينا وعافيكم وشوفنا أسمعنا حالات كتير جدا شارب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين يوما أو أعتحسب ده كلامي ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم شوف الحديث المرعب ده يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن ماجة بسند صحيح من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه يا سلام على الجمال فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات دخل النار وإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة قالوا وما ردغة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل النار الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائف من شربها لم تقبل صلاته أربعين يوما فإن مات وهي في بطني مات ميت تجاهلية هو أنا عايز أرعبك أنا فعلا عايزك تخاف لكن مش عايزك تيقس عايزك تقول إن شاء الله من النهاردة يا رب أعني أبطل خمر ومخدرات إن شاء الله من النهاردة أنا هبقى وراك يا رسول الله هصلي واصوم وزكي واذكر ربنا وقرأ قرآن واستغفر وحب ربنا وحب نبينا صلى الله عليه وسلم وابعد عن صحبة السوء وقرب من صحبة الخير رقم 18 الملائكة تتأذى من شارب الخمر يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة السكران والمتضمخ بالزعفران والجنب رقم 19 من أسباب نزول العذاب بالأمم شرب الخمور قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة خصف ومسخ وقذف قالوا متى يا رسول الله قال إذا ظهرت القيان المغنيات والمعازف وشربت الخمور رقم 20 شارب الخمر لا يدخل الجنة مع أول الداخلين قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً أبداً هنا إذا كان هذا الإنسان بيشرب الخمر وهو مستحل لشرب الخمر أما إذا لم يكن مستحل لشرب الخمر فهذا في هذه اللحظة لا يدخل الجنة مع أول الداخلين ثلاثة لا يدخل الجنة أبداً الديوث والرجلة من النساء الست المسترجلة ومد من الخمر وقال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا حرم منها في الجنة طب تعالوا نشوف إيه الأسباب اللي خلت بعض الشباب يقع في الخمر والمخدرات في عجالة سرعة كده ونشوف إيه علاج الموضوع أول حاجة ضعف الإيمان ضعف الإيمان هو اللي بيخلي الإنسان يعيش تجارب تبعيده عن ربنا وتبعيده عن نبينا صلى الله عليه وسلم رقم 2 لفقة السوق الرجل على دين خاليلي فلينظر أحدكم من يخالل هتصاحب واحد بيشرب خمر هتشرب خمر هتصاحب واحد بيشرب مخدرات هتشرب مخدرات هتصاحب واحد بيسجد لله هتسجد لله رقم 3 التفاكك الأسري أب مطلق لأم الأب غني والأم غنية الأب بيدي والأم بتدي والابن بيفسد أو إن أب متغيب عن الأسرة سنوات طويلة أو إن فيه مشاكل في البيت على طول مستمرة فالولد تعب نفسيا رح لصحبه رح مشربه عشان يفوق رقم 4 الإعلام الفاسد برامج بتحبب للإنسان شرب الخمر والمخدرات بتجيب له البطل شكله جميل قوي قوي هو بيشرب المخدرات والخمر والدخان وجيب سرط الدخان بشكل كده معين بحيث الشاب بيشتاء إنه يكون زي الممثل دوت تلاقي في الفيلم اللي هزم البطل إما يكون قاعد في غرزة أو قاعد في خمارة بالله عليك عمرك شفت بطل فيلم قاعد في مسجد مش هيحصل ولذلك بيحببه الإنسان في فعل الفواحش رقم 5 التعليم المناهج التعليمية لا ترب القلوب على طاعة ربنا بل بتبعد القلوب عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى وبتربطها بالأمور المادية وبس واختلاط الشباب مع البنات بينتج منها حاجتين أول حاجة الاختلاط ده بيؤدي إلى الزواج العرفي وفعل الفواحش والحاجة التانية شرب الخمور والمخدرات اللي انتشر النهاردة بين شباب وبنات الجامعة رقم 6 القضوة السيئة الولد طلع لقى أبوه بيشرب راح المدرسة لقى زميله بيشربه بص في الشارع لقى فرح فرح في الشارع والناس عمالة تشرب بيرة ومخدرات واوا بيطلع يلاق نفسه بيئة ملوسة فبيتلوز غصبا عنه رقم 7 العام الاقتصادي في طبقة في المجتمع ثارية جدا في منهم ناس جابوا فلوسهم الحلال ربنا يا رب يبرك لهم وبالتالي عمرهم ما بينفقوا فلوسهم في الغالب إلا في حلال وفي ناس فلوسها اختلطت أو فلوسها أصلا كلها من حرام فبيصرف فلوسه في الحرام ويبتدي من كتر مالين اللي عنده مش عارف يوديها فين فيبتدي يضمن ويشرب ويعمل ربنا يا عافينا يا رب العالمين رقم 8 سهورة الحصول على الخمر والمخدرات محلات الخبر النهاردة موجودة في كل مكان وعلى عينك يا تاجر وسبحان الله ومن الأشياء المضحكة المبكية انه أبضوا من فترة قريبة على تاجر خمر ليه التاجر ده أبضوا عليه لأنه بيغش الخمر بكل أسف الشعب مش هيذكر فطبعا لأنه طبعا من غشنا فليسة منا فطبقوا الحديث على حاجة أصلا حرام وبالتالي راحوا قابدين عليه العجيب في الموضوع ان تاجر الخمر على عينك يا تاجر فاتح محل وبيدفع ضرائب وعايش عادي جدا ما فيش أي مشكلة ولو واحد اتضبط بحتي تحشيش قد كده ياخد فيها مؤبد فالخمر عندنا حلال والحشيش فيها مؤبد رقم تسع غياب الحدود لو مسكوا شارب خمروا مرة واحدة وتحد وتطبق عليه الحد فلن تجد بعد ذلك أي حد بيشرف خمر بفضل الله رقم عشرة ضعف الرقابة من جانب الوالدين الأب مشغول والأم مشغولة ولكن أنا بقول للأب والأم شوفوا أصدقاء ولادكم وبناتكم علشان تعرفوا هما بيعملوا اين رقم 11 وده آخر حاجة اعتقاد بعض الناس إن يجوز شرب الخمر للتداوي فيلاقي الدكتور بيقوله اشرب البيرة عشان تدر البول والتاني يقوله اشرب البيرة عشان كذا والرابع يقوله كذا وهكذا مع إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله طاري ابن سويد والحديث روى مسلم سأله عن الخمر فنهاه فقال إنما أصنعها للدواء قال إنها ده وليس الدواء وفي رواية قال ما جعل الله الشفاء أمتي فيما حرم عليهم أخويا وحبيبي في عجالة سريعة العلاج العلاج في كلمتين رقم واحد لا استعن بالله استعن بالله ولا تعجز وقل له يا رب أضرني نبطلها وخد خطوة يعني من تقرب مني شبرا انتقربت منه ذراعا التوبة الصادقة تالت حاجة صحبة الأخيار رابع حاجة إن أنت تخفى على زوجتك وأولادك واللي حواليك إنهم ما ينضروا بسببك خامس حاجة الخوف من سوء الخاطمة يمكن تموت وإنت بتشرب لكن لما تبطلها يمكن تموت وإنت ساجد رقم ستة ودي آخر حاجة الأخذ بالأسباب والذهاب إلى المؤسسات العلاجية الحقيقة الحلقة ما تكفيش نقول كل ده لكن أنا في عجالة سريعة حبيت أحط نقاط عشان أقول يا مسلمين يا حبيبي يا شباب يا بنات بالله عليكم أبوس إيديكم ابعدوا عن الخمر والمخدرات خايف عليكم على مستقبلكم وعلى دنيتكم وعلى آخرتكم بحبكم في الله والله وياريت نجدد البيع مع رسول الله إن شاء الله لا ضرر ولا ضرر لها نشرب ولا نعين حد على أنه يشرب ولا نضر حد إن شاء الله ونبطر كل دوت ربنا يبارب فيك وينجيك يا رب العالمين من أصدقاء السوق ومن شياطين الإنس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على النبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايشين سنين العمر تصارع من دوامات الدنيا والشاوات مليون